فيلمنا بيبدأ مع قصة حقيقية حصلت سنة 1967 مع الأخين إيريك وإلمر وهم رايحين مدرسة داخلية اسمها جود بيرج وبيحكي لنا الراوي عن أول يوم دخل في إيريك وإرما للمدرسة وهم بيسترموا هدومهم وأرقامهم بالترتيب ومن شدة سرامة المدرسة وقوانينها القاسية حاولوا يصبروا نفسهم بأنهم يشوفوا أن ده مش أسوأ ما كان في العالم لكن كل المحاولات دي فشلت بمجرد ما اكتشفوا الحقيقة وفي المدرسة بنشوف إيريك وإلمر وهم خايفين وبيهربوا من المشرف وده لأن إلمر سرق التليسكوب وفضل مسكه على الرغم من أن إيريك طلب منه يرميه عشان يقدروا يهربوا بسهولة لكن بسبب إصرار إلمر إنه ما يسيبش التليسكوب بيكون بطيء فبيتقبض عليهم وبياخدهم المشرف وبيروح بيهم لمركز خدمات الطفل اللي بتستدي إمامتهم وبيبلغوها باللي حصل وبيفتشوا شونة إيريك وإلمر عشان تشوف الحاجات اللي سرقوها وبالمرة يشتكوها من سلوك أطفالها السيء مع المدرسين وكمان فشلهم في الدراسة وبيقنبوها عن تأخيرها في دفع المصاريف وبتدهي الأم من كلامهم جدا وبتقول لهم إنها زي ما هم بيطلبوها إنها تربي أولادها كأم وتصرف عليهم كراجل فلازم يشوفوا إنها مش بتاخد قبض الراجل عشان تقدر تعيل بي أطفالها وبنرجع بالزمن مع الراوي اللي بيحكي لنا عن إيريك وألمر إيريك الأخ الأكبر واللي كان بيحب إلمر وبيحميه لإن إيريك وألمر بيعاني من عيب خلق في رجله مش بيخليه يعرف يجري كويس أو يشيل حاجات تقيلة وبسبب كده كان دايما بيحلم يكون رائد فضاء عشان بيمشيش على الأرض وكان إيريك وألمر عايشين في أسرة بسيطة مستقرة وسعيدة لكن فجأة بتتحول حياتهم لجحيم بعد انتحار الأب بدون سبب وطبعا فجأة بتلاقي الأم نفسها بتربط فلين وشايلة مسؤوليتهم لوحدها وعشان تقدر تصرف عليهم بتضطر تشتعل أكتر من وردية وده بيخليها ما تقدرش تهتم بيهم طول الوقت وكمان صحيتها بتتدهور وفي يوم وهي رايحة شغلها تهبت وأغمى عليها وفي المستشفى بنشوف خال إيريك وألمر وهو واقف مع الدكاترة اللي بيشخاصه حالة أخته بالسرطان وبتتحجز الأم في المستشفى وبتسيب إيريك وألمر لوحدهم في البيت وبيضطر خالهم يقابل المسؤولين من مركز خدمات الطفل اللي جايين ياخدوا إيريك وألمر تحت وصيدهم وبيحاول خالهم يقنعهم إنه هيقدر يخلي باله من إيريك وألمر لكنهم بيرفضوا لإن ما عندهوش شغل يقدر يسرف عليهم منه أو بيت يقدر يستقر فيه معاهم وكمان آخر مرتب أخده كان من ثلاث شهور وبيودع ألمر وإيريك ممبتهم في المستشفى اللي هتبدأ فيها العلاج وبتوعدوا منها تخلص علاج وترجعهم للبيت وفي المدرسة بنشوف إيريك وألمر والمشرف بيصحيهم على معاد الفطار وبيدخل عليهم المدير هيك وهو بيعرفهم على مدرسة جديدة اسمها مسوي وبيعرف المدير إنه فيه اتنين انضموا جديد للمدرسة فبيتعرف عليهم وبيسألهم عايزين يطلعوا إيه وبيرد إيريك إيريك إنه عايز يكون رائد فضاء وبيضحك عليه صحابه وبيضربوا المشرف وبيقرر المدير إنه هيعاقب إيريك وهيخليه شيل الحجارة لكن أخوه بيحاول يدافع عنه وبيقول إن أخوه مش هيقدر يشيل حاجة تقيلة لإنه عنده أيب خلق في رجله لكن المدير بيرد علي بكل برود إن أخوها هيقدر وبيضرب المشرف إيريك لإنه رد على المدير من غير إذن كل ده بيحصل قدام المدرسة الجديدة هامسوي اللي بتتوتر جداً من المنظر وبيبان عليها فبياخد باله هيك واللي بيحاول يبرر لها أسلوبه القاسي بإنه عايز كل طفل يكون معه حرف يقدر يكسب منها لما يكبر عشان كده بيعلمهم شغل النجارة وتكسير الحجارة ونقلها وأعمال الزراعة وإنه هيستخدم الضرب معاهم لإنه ده الأسلوب الوحيد اللي هيفهموه وفي أول يوم شغل إيريك وإلمر في الأرض بيرن الجرس وفجأة بيلاقي إيريك وإلمر الأطفال وهم بيجروا على راجل بيحط الأكل من غير كلام وطبعا إيريك وإلمر بيكتشفوا إن ده جرس الأكل بعد لما ملحقوش يأكلوا ولما شاف تيريو وتعبوا ورد زماييلهم إلمر وإيريك وهم مصطومين من اللي حصل وإذا أعلنين إنهم مش هيكلوا وهيكملوا شغلهم مجعنين بيروحوا يتعرفوا عليهم وبيحكوا إنهم على الوقت هيتعودوا على الحياة في المدرسة وإن جلدهم هينشف وبيرد إيريك إنه مستني مامته تخف وهيرجعوا تاني لبيتهم لكن تيريو بيتحك عليهم وبيقول لهم إنه كان مفكر كده زيهم بس بقالوا سنتين في نفس المكان وإنه يارف إنه عشان يخرجوا لازم يستحملوا لحد ما يوصلوا لسن الخمستاشر سنة وإنهم ساعتها بس هيقدروا يخرجوا من المدرسة وفاجأة بيجي الإيريك وإلمر متنمرين بيضربوهم وبيتريعوا على رجل إلمر وعلى حلمه إنه يكون رأيت فضاء وبيخلوا يطلع مكان عالي برجله وبيفضلوا يرمو بالتوب لحد ما بيوع من على السلم من كتر الألم وإيريك اللي وقع في الأرض من كتر الضرب ما بيقدرش يساعدوا وبينشوف الأخين وهم بيحاولوا يهربوا بعد اللي حصلوهم وبيوقفوا قدام أول عربية بتقابلهم لكن بيكتشفوا أن صاحب العربية رجع بهم المدرسة تاني وبيقرر المدير إنه يعقبهم فبيجمع كل الأطفال عشان يخلوهم يقرروا الإعقاب اللي يستحقوا إلمر وإيريك بنفسهم وبيختار الأطفال عقبة الضرب وبيخال المدير الأطفال يعقبوا إيريك وإلمر كمان بنفسهم وكل واحد فيهم بيضربهم بطريقته لحد ما بينزفوا وبيوقوا على الأرض من الضرب وبيقولهم هيك إنه لازم تكونوا جزء من المجتمع عشان المجتمع ما يعقبكمش وبنشوف إيريك وإلمر وهما بيتضربوا من كل طفل في المدرسة لحد ما بيفقد الوعي تماما وبنشوف المدرسة همسوا إيه وبيتحاول تعالج أثار الضربة لعلى جسمهم وبتنصحهم يسمعوا الكلام وما يهربوش تاني وبنشوف إيريك وهو شايف رجل أخوه الصغير إلمر اللي بقت مليانة الانتهابات بسبب الشغل وبيهون عليه وبيديله شوكولاتة لها في الأرض لكن إلمر بيأكل حتة صغيرة جدا وبيشارك الباقي مع أصحابه اللي بيستغربه بسبب قلة الأكل اللي بيعانوا منها وبيسأل إيريك أخوه إلمر ليه عمل كده اللي رد عليه أنه لازم رائد الفضاء الحقيقي يشارك أكله مع أصحابه عشان ما يموتوش من الجوع وبيتكلم إلمر عن حلمه أنه نفسه يموت في الفضاء وهو شايف النجوم والأمر حواليه وبينام الأطفال وفي نص الليل بيشوف إيريك وإلمر وتريو المشرف هو بيصحي طفل من النوم وبياخده ويمشي وما حدش عارف هو راح فين وبنشوفه تاني يوم هو باين عليه التعب وما بيقدرش يمشي على رجله وبيصحى لأطفال من النوم على معاد الفطار وبياخد باله المشرف أن إيريك أعمل حمام على السرير وبيمسكه وبيخلي كل الأطفال تتحك عليه وبيكون إعقابه أنه يفضل واقف وهو إيريان في نص المدرسة وهو رافع ملاية السرير لحد ما تنشف وبيبقى الأطفال بتشتموا وبتتحك عليه وبيروح إيريك للدكتور اللي بيديله أدوية لكن ما بتجيبش أي نتيجة وبيتعاقب إيريان كل يوم وهو واقف إيريان في البرد ومعاملة يتسريره لحد ما تنشف وبسبب الأدوية اللي بياخدها إيريان بيكون دايما نايم في حصص المدرسة لكن المدرسة همسوي بتصحيه وبتقوله أنه لازم يتعلم القرية والكتاب عشان يقدر يشتغل وبتشوف همسوي مذكرات قدام إيريان وبتقوله يعترف وصالها منين وبيقولها إيريان إنها بتاعته فبتتفاجئ المدرسة وبتبقى فاكرة بيجدب لكن بيقرى كل الكلام بسرعة كبيرة وبتعرف إن إيريان تفل زكي وموهوب وبتقرر تاخد بالها منه وتحاول تحميه وقدر تخليه يشتغل في توصيل البريد وبتتحسن حياة إيريان اللي بطل ياخد أدوية التبول اللي كانت بتخلينا يمطول الوقت وبقى بيشتغل في حاجة مش متعبة وفي يوم بيتفاجئ إيريان أخيرا برسلة من والدته اللي بتقوله فيها إن حالتها تحسنت وهتقدر تيجي تاخدهم قريب وبتظهر موهبة إيلمر في الكتابة والتأليف هو بيحكي لصحابه قصص مش موجودة في رسائلهم عشان يديهم أمل وكان الأطفال بيدوا إيلمر رسائلهم عشان يقرها بطريقته وبيستخدم إيلمر خياله وحبه للفضاء وبيحكي لصحابه قصص على الأمر والنجوم والكواكب وفي نص الليل بيدخل نفس المشرف لكن بيصح إيلمر في نص الليل بس إيريك بيرفض إنه يمشي لوحده لكن المشرف بيدربه وبياخد إيلمر غصبا عنه وبيمشي وبيرجع إيلمر وهو بيعرج وبنفهم إن المشرف اعتد عليه جنسيا زي ما عمل مع باقي الأطفال وبيشوف إيريك المشرف اللي اعتده جنسيا على أخوص صغير وبيعرف هو مين وبيقرر ينتق منه وبيعمل خطة يقطع بها إيده ومفورشة النجارة وبزكاءه خلها تبنكة إنها حدثة وبيستقبل إيريك مكلمة من خاله وبيبلغوا فيها بوفاة مامته بالسرطان وبيرجع إيريك لقاعة الأكل وهو حزين على موت أمه وبيعيط لكن المدير بيطلب منه يسكت ولما بيعرف إيلمر بينهر من العياط فبيتعصب عليهم المدير وبيضربهم بعنفهم الاتنين وبيخصب عليهم يكملوا أكلهم وفي وسط سكوت كل المدرسين والطلبة بتقوم المدرسة همسوية عشان تحاول تخفف عنهم وفي تاني يوم بيجي خال إيريك وإيلمر اللي بيطلبوا منه وياخدهم للبيت لكن بيقولهم إنه مش هيقدر دلوقتي وبيزع إيريك وبيطلب منه يتصرف وإلا هيهرب وبيقرر يساعدهم وبيتفق معهم إنه هيستنهم لما يهربوا وبعد ما بيدخل للمدير بيقتنع الخال إنهم لازم يفضلوا هنا وإنه مش هيقدر يصرف عليهم وبيمشي من المدرسة وهو حزين إنه هيتخلى عن عائل أخته وبيتصل بالمدرسة وبترد عليها همسوية اللي بيطلب منها تبلغ إيريك وإيلمر إنه مش هيقدر يوفي بوعده وبتروح همسوية بسرعة عشان تبلغهم قبل ما يهربوا لكن بيشوفها المدير وبتضطر تقوله وبيوعدها إنه مش هيئذيهم وبيطلع هيك يستنهم برة قبل ما يهربوا وبيتأخر المدير والأخين على همسوية اللي راح تدور عليهم لكن بتلاقيهم موقعين في الأرض من ضرب المدير هيك والمشرف وبيزعق إيريك إنه هيمشي من هنا وإنه خاله هيبلغ الشرطة لكن هيك بيقولهم إنه خاله هو اللي بلغوا بهربهم وإنه مش عايزهم لكن إيريك ما بيصدقش كلامه المدير اللي بيقولهم بيسأله الأستاذة همسوية وبيعاية إيلمر اللي بيكون مصدوم من همسوية واللي بيعملها زي مامته وبيقول لها إنها شبه كل اللي حواليه وإنه مبسوط إنه ما عندهاش أطفال وبتتأثر همسوية بكلام إيلمر فبتقدم استقالتها وبتمشي وبعد سنتين بنشوف إيريك وإيلمر وهم بيشتغلوا في الأرض مع باقي الأطفال وبيحصل تفتيش مفاجئة على المدرسة وبيتوتر المدير هيك اللي كان بيتبلغ قبل أي حمل التفتيش على الأطفال وبيشوف المفاتش الأطفال وهما متعورين وتعبنين وبيسألهم عن أكلهم وعملتهم لكن محدش بيقول أي حاجة بالعكس بيقولوا إن المدير بيساعدهم وإنهم مبسوطين في مكانهم وبيكون الأطفال خايفين إن هيك يئزيهم لو قالوا الحقيقة وبيحاول إيريك طول الوقت إنه يسمع كلام المدير لأنه بيخطت إنه لما يكمل 15 سنة هياخد إلمر أخوه معاه وبيروح المشرف يبلغ إيريك وإلمر وباقي الأطفال إن هيك المدير مبسوط ويخليهم يتفرجوا على لحظة هبوط رائد الفضاء أرمسترونج على الأمر لكن لازم حد فيهم يتطوع ويخسل عربية المدير وبيتطوع إيريك عشان يخلي أخوه يتفرج على التلفزيون وبيبقى إلمر في قمة ساعته وهو بيشوف الخطوة الأولى للإنسان على سطح الأمر وبيتخيل نفسه مكانه وبنشوف المدير هيك هو مبسوط إن إيريك نضافه عربيته وبيقوله يروح يتفرج على التلفزيون مع صحابه لكن إيريك بيقول للمدير إنه يكمل 15 سنة وعايز لما يخرج ياخد أخوه إلمر معاه لكن هيك بيستهز أبيه وبيقوله إنه مش يخرج من هنا وإنه عايزه يشتغل معه في اسم جديد هيفتحه في المدرسة فبيتعصب عليه إيريك وبيرفض وبيبوز عربية هيك قدام عينيه وبيجري إلمر على أخوه عشان يحكيله على شافه في التلفزيون لكن ما بيلاقهوش وبيشوف دمه على العربية وبنعرف إن إيريك دخل المستشفى بعد ضرب المدير وبيقعد 3 يام في المستشفى في حالة إغماء وبيقدر إلمر يزوره من وراء المشرفة وأول ما إلمر بيشوف المدير بيستخبه تحت سرر أخوه وبيسمع الدكتور وبيقول للمدير إن حالة إيريك صعبة ولازم يروح مستشفى خارجية لكن المدير بيرفض عشان خايف على صمة المدرسة وبيقول للدكتور إنه لو مات هتكون مشيئة ربنا وبنشوف إلمر بعد كده وهو بينجح إنه ياخد أجازة من المدير ويخرج يقابل هامسوي عشان يطلب منها إنها تساعد أخوه وبتعرف هامسوي اللي حصل لإيريك فبتقرر تروح لمركز خدمة الطفل وتقول المفاتش اللي جي المدرسة قبل كده لكن بتلاقي المساعد بتاعه اللي بيباني إنه متواطق مع هيك المدير وبيرفض يصدقها وبيقول إنه محتاج دليل وبيفكر إلمر في الدليل وبيسرق مفتاح المشرف اللي اعتاد عليه جنسيا وبيضحك عليه وبيخليه استناه وبيقفل عليه الباب من برة وبنشوف المدرسين وهم في حفلة مع المدير هيك اللي بيحتفل بتكريمه من الملك وبيروح إلمر لأخوه كانوا بيودعه وبيتفق مع تيريو وتابة ورد إنهم هيهربوا إيريك من المستشفى وبنشوف إلمر وهو نازل بزي شبه بتاع رغاض الفضاء وقعد يكسر عربيت المدير وبيجري المدير على عربيته للقاهة دمرت تماما وبتوصل للمشرفة قبل ما يضرب إلمر اللي بتقوله إنه لازم يرد على التليفون وبيعرف المدير هيك إن حد من تلاميذه وقدم فيه شكوة مع المدرسة همسوي وبيعرف هيك إنه إلمر وبعد ضربة عنيف من المشرف لإلمر بيجري وبيطلع على برج المراقبة في نفس وقت وصول المفتش من مركز خدمات الطفل مع المدرسة همسوي وبنرجع لإلمر وهو واقف قصاد الأمر وبيعتخال نفسه بيتير ناحية الفضاء زي ما كان بيحلم وبنكتشف إن إلمر ما كانش بيحلم ونرمى نفسه من فوق البرج وبيدخل المستشفى في نفس الوقت اللي فقى فيه إيريك بعد ما نكحت خطة إلمر إنه يكشف المدير وينقذ أخوه وصحابه وبكده بيكون إلمر ضحب نفسه عشان ينقذ اللي حواليه من سجن هيك وبنشوف المفتش للمرة التانية وهو بيسأل الأطفال لو حد عايز يقول حاجة وبتبقى الشجاعة بينة في عين كل طفل وهو بيرفع إيده لأول مرة عشان يحكي الحقيقة وبيركب إيريك وإلمر عربيت همسوي في سعادة بعد ما قررت تتبناهم عشان يعيشوا حياة أحسن الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعمله فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام